السلام عليكم اعزائها تلميزي الصف السادس الابتداء في شرح منهج الساينس مع مستر ماجد نجيف فهيم معلم خبير ساينس. ان شاء الله النهاردة هنكمل باقي المنهج بتاعنا وهناخد يونت تو لسن تو في يونت تو ان شاء الله. اللي مش هشفرك انا هنشترك ان شاء الله ويفعل الجرس وقيله كل جديد بإذن الله. النهاردة قبل بناخد لسن تو هناخد الكلمات زي ما احنا تعودنا كل مرة. اول كلمة يعني قياس بإيس بيها خدناها في سنة رابعة او ادوات القياس بقول قياس. فوليم يعني حق. فكرة ايديا اكسباند اكسباند خدنا نحن مرة اللي فاته يتمدد. عكس اكسباند ينكمش. اكيوريت اكيوريت دقيق. ميديكال طبي. ميركوري زئبق. كونستريكشن. اختراق. حاجة ما كده يعني اخناها حاجة موجودة في النص في التربو متر هنعرفها. كابلاري تيوب. كابلاري يعني شعرية. يعني حاجة زي الشعرة. كده حاجة رفيعة. تيوب انبوبة. مستودع او مخزب. ستيريلايز يعقب. ستيريلايز. يفيل الكوهول. يفيل الكوهول. الكوهول اسيلي. طبعا هنا كلمة شيك. شيك يا رج. توكسيك اكوال بويزونس. سام. توكسيك. بريفينت. تعرفينها طبعا يمنع. سيليسيس. 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 رتيرن باك او جوين باك يعني يعود او يرجع. وايد رينج مدى واسع. ستك يلزق. ريجولار منتزم. ريجولار منتزم. ستك يلزق. لزق يعني. يلزق. تعني رهم مع بعض تاني. ميجرينج. فوليا. ايديا. اكسباند. كونتراكت. اكيوريت. ميديكال. ايكوال كلينيكال. ميركوري. كونستريكشن. كابيلار تيوب. بالب. ستريلايز. يفيل الكوهول. الكوهول ريتيرن باك. وايد رينج. ستك. ريجولار. دول كلمات بارت وان في ميجرينج تيمبريتشا. تعالوا ادخل عالدرس بتاعنا ونشوف في ايه. طبعا احنا عرفنا المرة الفات من الثرمومتر. ايز ادفايس يوز تو ميجر تيمبريتشا. الترمومتر ده هو اللي بيسيه التيمبريتشا. طب ايه الايديا فوق ميجر تيمبريتشا. يعني فكرة العمل بتاعت الثرمومتر ايه. احنا وجبنا التجربتين دول. تجيب ازازة. بوتل. وتحط فيها شليمو كده. ممكن ايه واحد يعملها في البيت. ويقرم الغاطة بتاعها ونزل الشليمو. ويحط فيها مية. اي مية عادية مية. اول ما تحط فيها مية. وتقفل الشليمو كده او تقفل سور الغطة وتنزل الشليمو. اتحطها في مية سخنة. اول ما هتحطها في مية سخنة بتلاحز ان المية دي بدأت تطلع مش هتلاقي مكان غير الشليمو تطلع فيه. زي ما انتو شايفين. طلع الازازة وحطها في كولد ووتر. اتلاحز ان المية بدأت ايه? زي ما انت شايف تنزل. يبقى هنا نتيجة درجة الحرارة عالية حصل للمية ان الفوليوم بتاحها زاد. هنا نتيجة تطلع مية البردة الفوليوم بتاحها ايه? L. يعني حصل له اكسباند باي هيتنج كونتراكت باي كولينج. ده فكرة عمل الثرمومتر. ايه الفكرة الاساسية لعمل الثرمومتر يا مستر? اتشينجينج فوليوم اف ليكويد. يعني الليكويد ده حصل له. الفوليوم بتاعها حصل له تشينج. باي تشينجينج ايه? تيمبريتشر. حصل له اكسباند باي هيت كونتراكت باي كولينج. اجين. هقول تاني. ايه فكرة عمل الثرمومتر? نفس فكرة البوتل دي. البوتل دي لديكت المية السخلة. المية فوق جوه الازازة. ملقيتش مكان تطلعه. غير حصل لها تغير اكسباند تمددت. زيت حجمها. الفوليوم بتاعها حصل له اكسباند. باي هيتنج عشان هوت ووتر خلى المية. اللي جوه الازازة تطلع فين? في السلمو. اول محطتها في المية الباردة بدأت تنزل ترجع تاني المية ايه? حصل لها ايه? كونتراكت باي كولينج. يبقى فكرة عمل الثرمومتر. اس تشينجينج. اس تشينجينج. فوليم اوف زا ليكوهد. باي تشينجينج ايه? تنبريتشا. يبقى الليكوود بيتغير الفوليم بتاعه. بتغير التنبريتشا. يحصل له ايه بالهيت? اكسباند باي هيتنج. كونتراكت. ركز على ايه الكلام ده? كونتراكت باي كونينج. يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة. دي نفس فكرة عمل الثرمومتر. اللي جوة الثرمومتر هنعرفه بعد شوية انه عبارة عن الميركوري. الميركوري ده برضو بيحصل كده في الثرمومتر النفس. وانه يطلع بدرجة الحرارة العالية بتاعه وينزل ما تكون درجة الحرارة منخفضة. يبقى يحصل له آآ يعني يبقى الجزء ده. ان الثرمومتر ده الجهاز اللي بقيس الطب بتاعت الثرمومتر ايه عمله? نفس فكرة العمل بتاعة المية اللي طلعها في الشليمودي. اللي جوة الثرمومتر اللي هو الميركوري بتاعه يحصل له ايه? يتغير بتغير درجة ايه? الحرارة. يحصل له بالهيت? انا برافو عليكم. يتمدد. يحصل له بالكولينج. كون تراكت. كون تراكت. طب يا بستر. الثرمومتر اللي هناخده ده كم نوع? هم نوعين. دعا نشوفهم مع بعض مين نوعين او انواع الثرمومتر. وهندرس وان باي وان. انواع الثرمومتر. اول نوع اسمه ميديكال ثرمومتر يعني الترمومتر الطبي. تاني نوع اسمه السيليسيس سيرمومتر ترمومتر السيليسيوز او الماءوي. يبقى بناخد نوعين من الثرمومتر. الميديكال والسيليسيس. اول نوع هناخده النهاردة. ميديكال ثرمومتر. ايه الميديكال ثرمومتر ده? الترمومتر الطبي. اللي بستخدم في قياس درجة حرط المرضى. اكيد كلنا عارفينه وشايفينه. لو احنا بصينا في الفيديو. هلاحظ ان هو ده الترمومتر ايه? الطبي. او الميديكال ثرمومتر. زي ما احنا شايفين مع بعض. طبعا هنبص على دي الوقت على الصبورة. وبعدين هوره لكم خطوة خطوة على الحقيقة. اول حاجة في الميديكال ثرمومتر بيستخدم في قياس درجة حرارته. طبعا درجة حرارة المرضى. او الانسان. يبقى اول فرق او اول استخداء حاجة. نعرفها في الميديكال ثرمومتر يستخدم توميجر. ناس بتكتب وتقول بتقس انسانية. لا اكتب او يبقى درجة حرارة الانسان. تعان شف تركيبه مع بعض. اول حاجة بتركب منها الميديكال ثرمومتر. الميركوري بالب. نمبر وان. ميركوري بالب. هو ده. الميركوري بالب اللي احنا شايفينه ده. اللونه فض ده. سيلفر. ده ميركوري بالب. بعد كده في جو رفياعة حاجة رفياعة اسمها Tupi. تيوب. شعرية. يعني انبوبة رفياعة جدا جدا جوه الميديكال ثرمومتر. مبيناش طبعا صغيرة هيطلع فيها الميركوري. تلت حاجة اللي يزاز نفسه اسمه Glas Tube. الازاز ده نفسه اسمه ايه? Glass Tube. بعد كده حاجة اسمها construction. ركز على Constriction. حاجة اسمها ايه? كونستريكشن. حاجة اسمها ايه? كونستريكشن. يعني هو ما هيبنش قوي. غير لو معاك ميديكا الثرموموتر عايز تبص فيه. قول تاني مع بعض. ده الميركير بالب. الميركير بالب على مستودع الزئبق. وبعدين جوه هنا جوه في حاجة اسميها كابيرر تيوب. والكونستريكشن بين هنا اختناق بين حتة هنا بتلمع هنا هو. دي كونستريكشن. دي اهو شايفينها? هي بتلمع هي. دي كونستريكشن اختناق. وطبعا من برة اسمه تيوب. نقول تركيبه تاني. كابيرر تيوب ميركير بالب كونستريكشن جلاس تيوب. ركز معايا. ادي تركيب الميديكال ثرمومتر اللي انتم شايفينه ده ميديكال ثرمومتر. ده ميركير بالب. وبعدين هنا جوه هنا في كابيرر تيوب. وبعدين كونستريكشن. قلنا بتلمع شوية دي اهي. لو انت عند ميديكال في البيت ممكن تفحصه وتشوفه. اهو. دي اختناق. نشوف لازميته ايدي الوقت. ويه? جلاس تيوب من بر. ايه لازمت يا مستر كونستريكشن ده الاختناق? طبعا انت بتقيس درجة الحرارة. وبتحطه في بق واحد درجة حرارته مسلا عالية شوية تمانية وتلاتين. طبعا الميديكال ثرمومتر الميركيري يطلع جوه في الكابيرر تيوب. هيوصل عند تمانية وتلاتين مسلا سيرتي ايت. اول ما يطلع جوة تمانية وتلاتين هيثبت عند التمانية وتلاتين. اللي بيخليه يثبت من ديجي تطلع الثرمومتر من بقك. انه بيتأثر باي درجة حرارة ثرمومتر. لو طلع بره ممكن ناخد درجة حرارة الغرفة مسلا. كانت اتنين وعشرين بتشغل تكييف على سبيل المسال. الكونستريكشن ده بيمنع الميركيري انه يرجع تاني للبالب. بيخليه واقف عند سيرتي ايه? ايه? تبقى الكونستريكشن عايز مختناق. ليس بمختناق? عشان هو بيخنق. الميركيري ما بيخليهش ينزل تاني جوه مين? البالب. بيخليه يطلع عند الدرجة بتاعته عشان نقدر نقيس درجة الحرارة صح. يبقى ايه فايدة الكونستريكشن? ما نجي نقولها بكل سهولة قادر الكونستريكشن باين شكل اهو. البيالمع ده اهو في النص. في فوق البالب على طول. اعلى البالب. اهو. اعلى الميركيري بالب. ده الكونستريكشن بيعمل ايه? مخليش الميركيري يرجع ايه? تاني. يعني لو عندنا الميركيري. طلع كده? هيطلع درجة الحرارة. اهو. هيوقف هنا. ما بيخليش الميركيري يرجع تاني. يبقى فايدة الكونستريكشن. انه ايه? بريفينت. ميركيري. ريتيرن. باك. يرجع كويكلي. ما يخليش يرجع ايه? بسرعة. عشان بدقة ليخليش يرجع. قأدي فايدة الكونستريكشن. دي يا ولاد لازمة الكونستريكشن. بنقولها تاني مع بعض. الكونستريكشن ده بيخلي الميركيري يطلع اهو? مش هو اللي يخلي الميركيري يطلع اتي ksi درجة الحرارة هتطلع. هتوقف هنا. ايه اللي يخليها توقف? انت هتطلع من بوءك. هتضطر اتطرق مع موقفك. هنشوف درجة الحرارة قراها. منذج تطلع من بوقك؟ درجة حرارة الغربة هيرجع الميركوري لو ما فيش الكونستريكشن? لا الكونستريكشن بيمنع يمنع يرجع بسرعة لمن من البالب عشان دقائص الحرارة بدقة. دي فايدة الايه? الكونستريكشن. نقول تاني فايدة الكونستريكشن دي فايدة ايه? الكونستريكشن. يبقى نقول تلكيب الثلمومتر او بتاعه. الميديكال. ميركري بال. كابيلر تيوب. جلاس تيوب. كونستريكشن. ما تنساش الكونستريكشن موجود في الميديكال بس. التاني مفيش كونستريكشن. اقولها التاني مع بعد. ميركري بال. هاد الكونستريكشن اهو. زهر شوية اهو. اهو. وي. جلاس تيوب. وكابيلر تيوب من جوه باش باعينا طبعا معي هنا. عشان هير فياعة جدا. لو بصنا للسكيل بتاعه. اتلاحظ السكيل بتاعه كام يا ميستر. هنا السكيل يعني التدريج. ببان من سيرتي فايف لفورتي تو. تدريج بتاعه ببان من سيرتي فايف لفورتي ايه تو يعني من خمسة وتلاتي لاتنين واربعين. سيليساس دي جري طبعا. دي مين السكيل بتاعه. اهو بص تاني في الميديكال. الميديكال هو شايف الكونستريكشن بين معهم من جوه. اهو الكونستريكشن. دي فايدته ايه? بيرفينت ميركوري ريتيرن باك كويكلي. يعني ايه درجة الحرارة? ويخليه يقف عندها ما يخليهش يرجع عشان اعرف ايه. استخدم صح الترمومتر. مسكيل بتاعه اولاد من سيرتي فايف سيليساس دي جري. سيرتي فايف سيرتي سيليساس دي جري. لفورتي تو سيرتي سيليساس دي جري. هنا بيلاقي مربع كده موجود عليه سيرتي سيفن. ده الهيلسي النورمال تيمبريتشور الهيلسي يومن. يبقى السكيل بتاعي. فايف سيرتي فايف سيليساس دي جري. دي التدريج بتاعي يقول على السكيل. يبقى الترمومتر بتاع. الترمومتر بتاع الميديكال في اس تمبريتشور اوف هيومن بيم. تركيبه. ميديكلي بال. جلاس كبير الكيوب. جلاس تيوب وهم حاجة المين. الكونستريكشور انه بيعمليه. بريفينت ميديكلي تيرن. باك. الاحظ حاجة هنا. انه كل بارت مقسم لتين بارت. يعني كل دي جري سوري مقسمة لتين بارت. يعني في تين بارت كده. هادي سيرتي سيكس مسلا. يبقى مقسمة الى تين بارت. البارت الواحد اكوال. وان اوفر تين. يعني يا مستر يعني الشرطة دي وان اوفر تين. مسلا اس هو سيرتي سيفن. وشرطة. نقول عليها بوينت وان. سيرتي سيفن بوينت تو. بوينت سري. بوينت فور. بوينت فايف. وهنا جازلة جاي تقصص ايه ايه? تيبقى تين بارت. الدرجة الواحدة مقسمة لتين بارت. الپارت الواحد اوفر تين. بنقول عليها. 0 بوينت وان. حتى احنا با نكوني شيطة درجة الحقار لأقول مسلاً. 38 وشارطة. او تائتين وشارطتين. يعني ايه؟ سيرتي سيفن بوينت تو. مسلا يبقى قول تاني بتاعي زي ما احنا شايفين لو انت بتلاحز قدامك اهو هلاحز التدريج بتاعي هلاحز التدريج بتاعي باين اهو طبعا مش واضحة قوي هنا هلاحز عامل مربع ليه? علشان ده الهيلسي بتاع الهيلسي يومن. درجة الحياة الطبعية عدتنا سيرتي سيفن. اما هو مقسم من كام يا مستر? من سيرتي فايف لفورتي تو وكل بارت كل ديجري مقسمة لتين بارتس والبارت الواحد وان اوفر تين. زي ما احنا شايفين بص على الميديكال ثيرمومتر تاني اهو. ده الميديكال ثيرمومتر. بيلمع اهو في النص اخو شايفين? اهو. ده الكنستريكشن. اللي بيخلي الميديكال ايه? يبقى كده عرفنا بتاع الميديكال ثيرمومتر. تعالوا نشوف ازاي بقى نستخدم الميديكال ثيرمومتر. ازاي نستخدمه? using medical ثيرمومتر. ازاي بستخدم الميديكال ثيرمومتر? اول الحالة بنعمل sterilize. يعني sterilize يعني بعقم. بعقم الثيرمومتر بيوزنج حاجة اسمها ايه? عارفينها كلنا اثايل الكحول او اثيل الكحول الايسيلي توكل مايكروبش. كلنا عارفين الكحول الايسيلي. اهو. شايفين? اثيل الكحول. اثيل الكحول. ده بنعمله sterilize. طبعا ليه بنعمل sterilize عشان الثيرمومتر طلع من بقق واحد. هيدخل في بقق الثاني. يبقى لازم نعقمه الاول. عن طريق مين? وانا عن طريق ايه? ايسي الكحول. انتو شايفينو ده. ايسي الكحول نعمل له ايه? sterilize. كده انا عملت له يعني تعقيم. ليه? عشان كل مايكروبز. تو كل مايكروبز. عشان اقتل ايه? اي مايكروبات موجودة على التو كل مايكروبز. عشان اقتل مايكروبات الموجودة على الميديكال فيلمومتر. بعد كده اجيب الميديكال ثيرمومتر واعمل له دراي بالتيشو بابر. انا شايف طبعا بدأ مكان الكحول. هي ثلق الكحول. في خلطة مهمة بقى نمبر سري. نمبر سري احنا قلنا الكونستريكشن ده. بيعمل اتفقنا. طب ما انا طلعته من بقق واحد هحطه في بقق التاني بس بعد ما عملتني. طب ما ممكن بقق الراجل ده درجة حارته عالية. هل الميركوري نزل رجع. احنا قلنا الكونستريكشن بيمنع الميركوري تيرن باك. بنعمل له شيء كويل. يعني شيء كويل. نرجو. لو انتم شايفين. نرج جامد. ليه نرج جامد? برافا عليكم. علشان فورس. زي ميركوري to go back or return back to the bulb. عشان الميركوري يرجع لمين? للبالب. يبخلي بالك ان الكونستريكشن. ما بيخليش الميركوري يرجع. مين بيخليه يرجع عشان ايه الصح? ازاي ايه الصح? يعني انتم ممكن تيز درجة حارة اللي قبلك? عالية. طب انت درجة حارتك مش عالية. الميركوري يواقف عند الدرجة دي لازم نعمل له شيك. نرج. اول ما نرج بنخلي الميركوري جو باك. يعني ايه جو باك? يرجع. فورس زي ميركوري تو جو باك يواقف بنعمل له شيك. تلات حاجة نقوم نحطه اندر تانج. نحطه اندر التانج يعني تحت اللسان. طبعا بعد ما حطه تحت اللسان خلي بالك انك ما تدس عليه جامد يعني ما تضغطش عليه بقصوة. ليه? عشان ممكن يتكسر. اول ما يتكسر الميركوري ده از توكسك. الميركوري مالو از توكسك يعني سام. عشان كده بقول لي ايه? لازم نبعته عن اطفال. عشان ميركوري مالو از توكسك. بعد كده اخر خطوة ناسجل القراءة اللي طلعت. ونشوفها طلعت ايه? كان. نقول الخطوات التانية. قلنا اول حاجة بنعمل له ايه? نعمل ايه? اهو. حاجة اسمها ايه? نعقل باستخدام الالكوهول. تانية حاجة نشوفه طبعا بالتشو بابر. من دلوقع نعمل له تالت خطوة مهمة. لازم اعملها الاول. اعمل له ايه? شيك. شيك ذا ثرمومتر. ليه? علشان احنا قلنا بيمنعه يرجع. يوما لازم نعمل له شيك. ليه شيك? ممكن تكون وقفة درجة الحرارة على تسعة وتلاتين. تبانية وتلاتين. لأ نعمل له شيك عشان ينزل تحت السبعة وتلاتين. بعد كده نحطه تحت تحت اللسان اهو. لما تدس عليه بقصوة عشان ما لقلنا طبعا الميدة الميديكال بادي او الهيومان بيينج. خلي بنا. ان الميديكال ده ما نفعش الاس بي المية المغلية. او ما نعقموش بمية سخنة. لان المية السخنة درجة حالتها فوق الاربعين الخمسين مثلا. هيحصل له اي ساعتها دامج. يحصل له دامج يعني يبوز ويتلف. خلي بالك من اللي بقول. يبقى كده اولاد نهاردة خدنا الميديكال ثرمومتر. خدنا الميديكال ثرمومتر استخدامه واستخدم في قياس تمبريتش اوف هيومان بادي. واستخدنا خدنا بتاعه. لو تفتكروا تاني. هقوله لكم اهو. ده ميريكري بالب. غلاس تيوب. بعدين قوة كابيلر تيوب. وبعدين في هنا حاجة اسمها ايه قلنا اللي بتلمع دي شوية. اختناق. اللي بيخد اهي. 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 انا بركز عليه عشان تشوفه في البيت. وخدنا بتاعه مين? وانا من كام لكم? افتكروا. من سيرتي فايف لفورتي تو. وبعدين خدنا استخداماته ازاي نستخدمه? نستخدمه اول حاجة نعمل له ايه? نمبر ون ستيريلايز. باي يوزين في الالكوحول. عشان كل مايكروبز. تاني حاجة نشفه. نشفه. نرقه. علشان بس ما نضغطش عليه ونبعده على الاطفال علشان ميريكري اس توكسيك. عزقة تلاميذي الصف السادس لابدت دائق. كده خلصنا بارت وان في ان شاء الله المرة الجاية هنعرف في السلمومتر ونشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.